شو عنكم بشي الأخبار؟ هواي أحطاء قاعدة تصير عنده هواي ناس الطفل عنده تحسس بالقصبات ويرحون ينجبو له علاج التهابات أو علاج قحة أو علاج سخونة وهواي أمو تتفاقم الحالة عنده فهيسا هشروح لكم العراض اللي يصير عنده الأطفال اللي هي تحسس الصدر طبعا أهم الأعراض التحسس الصدر للأطفال هو القحة قحة شديدة وخصوصا تزداد بالليل بالنهار ممكن تكون بسيطة كلش بس بالليل حتى الطفل ما يقدر ينام نهائيا العراض الثاني الشاعع هو ضيق التنفس يعني أي مجهود الطفل بالبتشي بالحركة البسيطة يبدأ يختنق حتى بالنوم تحس الطفل ما مرتاح بناخد نفس يعني أكوف مشكلة أكوف ضيق بالصدر كلش قوي يصير طبعا العراض الثالث هو ألم بالصدر بس هي المشكلة ممكن للأطفال يقدرون يحددون ألم بالصدر فمرات الطفل يشكيلك يقولك عندي ألم بطني هنا 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 هي مشكلة صدرية فهو الطفل ما يعرف يحدد الألم وين بالضبط فهاي لازم تتبهون عليها مهم الأخير هو صوت الصفير بالصدر يعني الطفل من ينام أو من يتحرك أو من تحس بصدرة أكوف شون الصفير يصير منطقة الصدر فهاي يعني مو بكل الأطفال